المندوب الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرة خلفان المزروعي يقتحم مؤسسة الكهرباء في المحافظة بمعية عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ويسيطر على مولدات ومحولات الكهرباء ويسحبها من المحطة اعتداء على مؤسسة الدولة اعتبره محافظ سقطرة رمزي محروس سلوكاً مستهجناً ومرفوضاً يجب أن يتوقف مشيراً إلى أن الذين يراهنون على خلط الأوراق ومعاقبة أبناء سقطرة والنيل من خدماتهم وإذكاء الفتنة رهانهم خاسر ولن يمروا المحافظ قال في بيان الله سنعزز حماية مؤسسات الدولة والوقوفة أمام خطوات ومخططات التخريب والعبت مؤسسة الكهرباء بسقطرة أكدت في بيان لها قيام العناصر التابعة للإمارات بنهب مولد ومحولات للكهرباء بعد الاعتداء على المؤسسة وموظفيها مشيرة إلى أنه تم نقلها على متن شاحنة إلى مؤسسة خليفة فصلت العناصر الكابلات المغذية لمدينة حديبو من المحطة الجديدة التي أنشئت بتمويل من البرنامج السعودي وذلك لمنع تشغيل مولدات الكهرباء للمدينة حملت مؤسسة الكهرباء تلك العناصر مسؤولية أعمالهم التخريبية وتبرأت منه حدثت التطورات الأخيرة في ظل قيام المحافظ وبعد وصول العميد الإماراتي خلفان المزروع المحرض والموجه للعبث والفوضى الإماراتية في سقطرة لا ينتهي العبث الإماراتي في سقطرة بل تطور لمستوى الاعتداء على مؤسسات الدولة وتعطيلها وسحب المساعدات الإنسانية التي تدخلت تحت يافطتها في الجزيرة الآمنة البعيدة عن الحرب وأي دورات عم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر